ضمنية للجزائريون لستم وحدكم أبدا لستم وحدكم أبدا مئات الألوف أهو ده المشهد منذ دقائق في السودان منذ دقائق تحية لهذا الحراك اللي فاق كل الحراك في الشهور الماضية من السودانيين حراك 6 إبريل نروح من السودان للجزائر اللي المظاهرة المليونية كانت فيها العديد من الرسائل المهمة اللي أرادوا توصلها للعديد من الدول من جانب ولأشخاص آخرين من جانب آخر رسائل أولى وجهها الشعب الجزائري أمس للحكومة الحالية بقيادة نور الدين بدوي مطالبينه بالرحيل الشعب يريد إسقاط العصابة اللي أدت البلاد إلى الهلاك أدت من الشباب إلى الموت في البحار هذا الشعب يريد التحرر أن تحرروا من التبعية التبعية لهؤلاء الفاسدين المفسدين لنفسدوا البلاد والعباد وأشكراك ولا نريد تطبيق المادة ويأتنين السيادة للشعب والشعب هو الذي يقرر مصير البلاد الشعب قال لهم نمشي وقالونه وفق الدستور التغيير يكون وفق الدستور ما تدليش استيقاله ورسالة اعتدار وتحط لي عصابة حكومة مكونة لعصابة حكومة لا تريق مستوى هذا الشعب وتطلب الاعتدار ترحل هذه العصابة على رأسها بدوي والحكومة يطلب من نظام هذا يروع كامل وبوت فليقة وبوت فليقة يطلب سماح من طمالت المجهول اللي مات متبوفي ومن الحرقة اللي ماتوا ومن الصعافي المجهوزين واللي خمحهم يطلب من الناس اللي يظلمهم نحن خرجنا اليوم باش يتنحا وقع يتنحا وقع هذا هو الاستقلال دعنا ان شاء الله نكملو في الناس سلمية سلمية حتى يروع يتنحا وقع فورا فورا ده كان عنوان مقدمة يوم رحيل بوت فليقة رسمي الرسالة التانية التي اراد الجزائريون ان يوصلوها في تظاهراتهم بالامس كانت هي الاهم والابرز في الجمعة السابعة الرسالة كانت موجهة لقائد الجيش مطالبة له بعدم البقاء في السلطة نحن خرجنا في دي بي في 22 فبري باش نحيو النظام باش نحيو بوت فليقة ببرك بوت فليقة كان رأس النظام اليوم بوت فليقة تنحا يبقى الفلول البقاية عن النظام السابق ماناش حابين يشوفوا قاع وجوههم في الساحة السياسية في الجزائر خلاص باركات لا بدوي لا بالعيز لا القايد صالح قاع يروحوا واحد ما يبقى لهنا في الجزائر سيبو لازم وجوه جديدة لازم يتبدل النظام لازم تغيير يكون مش شاب مش شاب هو لي خير هو لي غير الساحة السياسية في الجزائر القايد صالح ما عليش حاب تقضي على العصابة اقضي على العصابة واحكم القزاناتك احكم الامديانتك احنا ما نفوضوا حتى واحد احنا نمجدوش شعب العظيم ما نمجدوش الأشخاص يوح قويحيا يوح بن صالح يوحوا كامل بدوي الحكومة تعو جابوا لنا شطاحت ازعوهم وزا توفها ازعوهم وزا احنا هماء السلطة السلطة الاعلى في البلاد واحنا اللي اندي سيديو كمية اللافتات في رمسيس اكتر من انجازات السيسي ده على الشرق التمن انت مش لوحدك حاجة تحزن والله العظيم كمية الفلوس دي كانت راحت للغلابة احسن محمد اشرس معركة ستاخدها في حياتك هي ان تحقق ذاتك كما تريد في عالم يبدو القدو